واقف هذا التقصير يسمع القصة هذه قصة هذه رجل ماتت امرأته اكبر عياله بنت اكبر عياله بنت فلما ماتت زوجته ما تزوج والبنت لما ماتت الام اصلا كانت البنت توها في بداية سن الزواج في الخامسة طعش حولها فما تزوجها تركها ايش الحجة الحجة انها تربي اخوانها ترعى اخوانها وفعلا ربت هذه البنت الكبرى اخوانها وصلت سن العشرين وصلت الثلاثين كلما اتى خاطب رد رفض يزوجها ليه اخوانها بيضعون طعش دم بتضيعي كمان لما يتزوج ام هدو بعض الناس عقلوا فيه شيء الشاهد رفض يزوجها حتى تربي اخوانها وفعلا ربت اخوانها كانت الام لهم حتى كبروا تزوج الرجل تزوجت البنت منهم تزوجوا كلهم تخيل اللي ربتهم وصل عمره خمسين سنة لا 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 خمسين سنة وما تزوجت خمسين سنة كلما اتى خاطب رد تعدت الخمسين كل اخوانها كما قلنا تزوجوا اصبح من في البيت هي ابوها بس قدوا شاي بطايح مرض اشتد عليه المرض لكن يشوف بنته شبابها راح نظارتها راحت هالشعر الاسوي قد اختلط بالبياب صار اكثر بياب ضعف سنها ثم بدأ يعرف انه اجرا في حقها مرض مرض الموت على قولته يوم قلو بيموت عنده تسقيه والجبل والعلاج يناظر فيها قال فلانا يتسم قال سامحين يا بنيتي سامحين يا بنيتي انا انا ظلمتك انا ظلمتك حرمتك من حقك اخوانكم تزوجوا خواتك تزوجوا الا انتي انا اخاف اموت فابيك يا بنتي تحلليني قالت سميا ابنيتي قالت قل امين قال امين قال امين قالت قل امين قال امين قال امين قال contexto الله يحرمك الجنة زي ما احرمتل الجنة الله يحرمك الجنة زي ما حرمت من الزواج الله يحرمك الجنة بتموت الحين اصلا الله يعافيك لك بتموت الان ولا اروح طبعا انا اشتر خدامة عند اخواني ولا عند حريمهم لو انك زوجت يوم جرد جال الصالح كامعين رجال يحكمون بي يهتمون بي خليني لمن ذا الحين اروح لمن ولا اروح اقعد في الملجأ ولا فان اروح دار العجزة الله يحرمك الجنة زي ما حرمت الزواج الله شي تقشعر له الابدان هذا القصة فعلا يا ايها الولي هذه امانة عندك امانة الله اعطاك اياها على فكرة ترى والله ان من اعظم اسباب رفعتك في الدنيا هذه البنت هذه البنت ذكرنا حديث سابقة تذكرون yes